السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله نارد اخوان اعزائي فيديو مهم جدا وهي احلام تدل على عودة الحق او اظهار الحق يعني ايه عودة الحق او اظهار الحق يعني في ناس بيبقى عندها حقوق ضايعة مش لاقية ليها حال ومش عارفة توصل للحقوق بتاعتها دي الحقوق بتاعتها دي ايه مسلا مراس او مسلا واحدة ليها اموال عند شخص او واحدة مسلا متزوجة ومش قادرة تاخد حقوقها من زوجها اه مراس ليها من اهلها او من اهل زوجها اه طبعا اخواني عزائي الحقوق كتيرة جدا في شخص بيكون ليه ديون مسلا عمدي ناس ومش قادر يتحصل على الديون دي فطبعا الاحلام دي تدل على عودة الحق باذن الله طيب ايه هو اظهار الحق اظهار الحق يعني ان شاء الله باذن الله لو في حد ظلمك في شيء او حد اه يعني متهمك بشيء الحق هيظهر وكل شيء هيبان والحقيقة هتظهر للناس كلها والناس هتعرف ان انت مظلوم او هتعرفك ان انت مظلومة من خلال بعض الرؤى اللي هنتكلم عنها ان شاء الله اخواني عزائي هنتكلم عن الرؤى بالتفصيل ولكن قبل ما اخشف تفاصيل الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر اشعالات اللي يصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار اول حاجة اخواني العزائي من الرؤى المهمة جدا رؤية الظالم غطبان يعني ايه الظالم غطبان يعني رؤية الشخص اللي واكل حقك غطبان وزعلان في المنام او رؤيته مثلا بيبكي او رؤيته مريض اه ليها اشكال كتيرة جدا المهمة ان انت تشوف الشخص اللي ظلمك او الشخص اللي ظلمك يكون زعلان في المنام وطبعا اموره مش كويس دي اشارة للرأي ان الشخص ده لو هو ظلمك في شيء الظلم اللي هو ظلمك بيه هيظهر والحقيقة هتباد واشارة ايضا ان الشخص ده لو واخد عليك حقوق او واكل حقوقك مثلا زي مراس او ان هو سرق منك شيء او واخد شيء معين غصبا عنك فطبعا اشارة مهمة جدا الى ان الحق هيظهر وهيرجع الحق لاصحابه بازن الله وان الشخص ده هتدور عليه الدائرة وهيبقى غطبان وحزين من الشيء اللي عمله ده والناس كلها هتعرف الحقيقة بتاعته دي من خلال رؤية الشخص اللي هو ظلمك او ضحك عليك يعني او استغلك او استكردك اي شيء كان ده تشوف ان هو حزين ومريض وغطبان وكل الامور السيئة بتحصل له سواء كان شخص قريب منك او شخص بعيد عنك مسلا زميل في العمل او شخص قريب منك زي مسلا اخ عم خال زوج مسلا او زوجة فطبعا اخوان عزاء كل الاشارات اللي هي بتبقى سيئة للشخص اللي ظلمك بتترجم على ان هو ان شاء الله الحق او الشيء اللي هو ظلمك فيه هيظهر وهترجع الامور آآ ليك انت بازن الله هتاخد حقوقك سواء كان اموال او اراضي او حقوقك المعنوية ان هو كان مغتابك في شيء او متهمك في شيء آآ الحق هيظهر ده من خلال رؤية الشخص اللي هو ظلمك ده بيكون غطبان وحزين ومريض رؤية التانية رؤية مهمة جدا وهم ان انت تشوف اشخاص في المنام بيتحدسوا عن هذا الحق يعني انت ليك حق عند شخص معين نفرض مسلا ليك مراس معين فبتلاقي الناس في المنام بتتحدس وتتكلم على المراس ده وبيقولوا مسلا ان فلان ده هياخد حقه في الايام القادمة او ان فلان ده هيزرع زراعيته مسلا او هيرجع لمنزله او هياخد امواله هنا بتكون اشارة ليك ورسالة للشخص اللي هو آآ عنده حق ومش قادر يتحصل عليه ان هو بازن الله في الايام القادمة آآ الحق بتاعه هيظهر وهياخد الاموال او الاراضي او المنزل او ان هو مسلا لو شخص ظلم في شيء كل شيء هيظهر وهيبان للناس كلها وان الناس بتبقى عارفة الحق تبع مين او الشيء ده تبع مين فطبعا رؤية اشخاص في المنام دي بشارة للشخص الرائي ان هو لو ليه حق عند حد هيقطه. كمان من الاشخاص دولة ممكن تشوف شخص متوفي يجي لك في المنام يخبرك ان انت هتاخد حقك مثلا او يخبرك على انك آآ في طرق معينة تعملها عشان تاخد حقك. مثلا يقول لك ارفع قضية آآ يقول لك مثلا آآ استعين بشخص معين مثلا زي اخوك قل لاخوك قل لولدك قل لاختك الكلام ده. فطبعا بتكون بشارات مهمة جدا للشخص ان هو هياخد حقه. كمان اخواني عزاق من الرؤية المهمة ايضا رؤية الناس المستخصين برد الحقوق. يعني ايه الناس المختصين برد الحقوق? طبعا معروف الناس اللي هي مسؤولة عن آآ رجوع الحقوق او رد الحقوق دولها بيكونوا مسلا آآ الشرطة القضاء النيابة آآ المحاميين مسلا آآ اشخاص آآ زو مناصب في قريتك او في بلدك يعني الناس كده آآ اللي هم بيقولوا عليهم اهل الخير والصلاح الناس اللي هو بتمشي في الصلح. ممكن يكون شخص مسلا آآ مشهور عنه ان هو بيصلح بين الناس. ان هو بيرجع الحقوق لحد. فانت لما تشوف الناس المختصين برد الحقوق ورد المظالم. اعرف على طول ان حقك هيرجع وانك هتاخد حقك بازن الله من اي شخص آآ خده منك او اي شخص اغتابك في شيء او اتهمك بشيء. فطبعا اخوان العزاء لازم نبقى عارفين ان رؤية المحاميين والنيابة والقضاء والشرطة بتدل على ان في حق هيرجع او ان في حق ضايع والحق ده هيرجع لأهله ان شاء الله. ده من خلال آآ انك تشوف الناس اللي هي مختصين برد الحقوق. طيب ممكن كمان تشوف نفسك انت كصاحب الحق. مسلا آآ ليك ارض عند شخص بتزرع الارض دي. فدي علامة حلوة لك ان انت هترجع الارضك. ممكن تشوف نفسك في المنزل اللي هو مش قادر تتحصل عليه. ممكن تشوف نفسك في الوظيفة اللي هي ضيعة منك. ممكن تشوف نفسك معاك الاموال او معاك الزهب اللي هو آآ حد آآ يعني مختلس منك او آآ مش راضي يدهولك. فطبعا دي اشارات مهمة جدا لازم نخلي بدنا منها تدل على عودة الحق وازهار الحق. اتمنى يا اخوان العزاء ان الفيديو يكون عجبكم. وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.